أعزائي طلاب الحادي عشر أهلاً ومرحباً بكم مع الجزء الأول من درسي الرسالات السماوية وقبل أن نبدأ في الدرس لابد أن نتعرف على أهدافه إذ يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذه الحصة أن تبين مفهوم الإيمان بالرسالات السماوية وأن تفرق بين اليهودية والنصرانية ولاود من تهيئة مهمة لهذا الدرس قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون عزيز الطالب تأمل هذه الآية جيداً ثم أجبني من هم أهل الكتاب في هذه الآية أحسنت اليهود والنصارى سماهم الله عز وجل أهل كتاب لأن الله تعالى أنزل على اليهود كتاباً يسمى بالتوراة وأنزل على النصارى كتاباً يسمى بالإنجيل بيّنت هذه الآية الكريمة أسس الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب فمن يذكّرنا ببعض من هذه الأسس التي نتعلم منها أدب الحوار يا شباب جميل احترام الآخر ويظهر ذلك في قوله قل يا أهل الكتاب وماذا بعد؟ نعم أن نصل إلى الحق والحق هو كلمة التوحيد أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئاً جميل وماذا بعد؟ أن نثبت على هذا الحق رائع وماذا بعد؟ نعم أن نلتزم موضوع الحوار يعني نعالج لانحراف العقدي عند اليهود والنصارى ولا نحيد عن هذا الموضوع إجابة موفقة لكن ماذا بعد؟ نعم نناقش قضايا التوحيد بهدوء وعدم فعال وتوتر إجابة موفقة وهدفنا الأول من هذا الدرس أن يبين الطالب مفهوم الإيمان بالرسالات السماوية فاليهودية رسالة سماوية والمسيحية رسالة سماوية والإسلام رسالة سماوية ويعني هذا أن هذه الرسالات من عند الله عز وجل أعزائي أصول الإيمان بهذه الرسالات السماوية تعتمد على التصديق الجازم بأمرين الأول أن الله عز وجل أنزل هذه الرسالات على عباده بواسطة الأنبياء والرسل والأمر الثاني أن الرسل والأنبياء بلغوا هذه الرسالات إلى الناس فموسى عليه السلام بلغ رسالة ربه إلى بني إسرائيل وكذلك عيسى عليه السلام وكذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فما من نبي إلا وبلغ رسالة ربه إلى الناس أعزائي هناك خط مشترك يجمع بين كل الرسالات السماوية فمن يعرفه يا شباب أحسنت الدعوة إلى توحيد الله عز وجل فما من نبي إلا ودعا قومه إلى التوحيد وحذرهم من الشرك قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل من حجر أو شجر أو غير ذلك وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فمهمة كل الرسل الدعوة إلى التوحيد لكن هل يوجد فرق بين الدين وشرائع الأنبياء نعم لأن الدين واحد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام يقوم هذا الدين على التوحيد والإخلاص لله عز وجل أما الشرائع تختلف بحسب مصلحة العباد المصلحة التي يريدها الله عز وجل لعباده تختلف شريعة التوراة عن شريعة القرآن الكريم لماذا يا شباب لأن كل شريعة يحل الله عز وجل فيها ما يشاء ويحرم فيها ما يشاء قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة هذه الشرائع وأوفاها بمصالح العباد إذن هناك فرق بين الدين وشرائع الأنبياء أبنائي من يذكر لنا فرقا بين الرسالات السماوية السابقة كاليهودية والنصرانية وبين رسالة الإسلام نعم الرسالات السماوية السابقة رسالات جاءت بشرائع خاصة لأقوام معينين يعني رسالة موسى عليه السلام جاءت لبني إسرائيل عيسى عليه السلام رسالته كانت لبني إسرائيل حتى أنه قال في إنجيل يسمى عندهم بإنجيل متة لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة أما رسالة الإسلام فهي رسالة عامة لكل البشر إلى قيام الساعة ولهذا يا شباب جاء منهج الإسلام وشريعته مهيمنا على ما سبقه من كل الشرائع والمناهج السابقة يعني إيه مهيم أحسنت يعني أمين وشاهد وحاكم على كتاب التوراة وكتاب الإنجيل يقبل ما فيها من حق ويرفض ما فيها من باطل أحسنتم يا شباب والخلاصة يا شباب أن الرسالات السماوية عبارة عن الكتب والشرائع التي أنزلها الله تعالى على رسله طيب ما مصدرها الله سبحانه وتعالى عن طريق وحية طيب ما الهدف والغاية منها توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به تعالوا بنا نغلق الهدف الأول بهذا السؤال قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تأمل هذه الآية جيدا ثم استنبط منها حكم الإيمان بالوحي المنزل من الله عز وجل على رسله ما حكم الإيمان بالوحي؟ أحسنت واجب يجب على المسلم أن يؤمن بالوحي المنزل على جميع الرسل طيب السؤال الذي يلي ما السبب في هيمنة المنهج الإسلامي على مناهج الشرائع السابقة والرسالات السابقة؟ رائع لأن الشرائع السابقة كانت خاصة بأقوام معينين أما شريعة الإسلام فهي عامة لكل البشر في كل العصور اللاحقة يعني إلى قيام الساعة أحسنتم يا شباب وهدفنا الثاني أن يفرق الطالب بين اليهودية والنصرانية أعزائي من الرسالات السماوية السابقة اليهودية فما المقصود بها؟ أحسنتم هي الرسالة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة بارك الله فيكم طيب ماذا تعرف عن نبي الله موسى عليه السلام؟ نعم هو من نسل نبي الله يعقوب عليه السلام ويعقوب يسمى إسرائيل وماذا بعد؟ ولد بأرض مصر ممتاز وماذا بعد؟ نعم تربى في قصر فرعو أحسنتم والسؤال يا شباب كيف تربى موسى عليه السلام في قصر فرعون؟ أحسنتم السبب في ذلك أن فرعون كان يقتل أطفال بني إسرائيل فأمر الله تعالى أم موسى أن ترضعه وتلقيه في النهر فالتقطه بعض جوار فرعون فنجاه الله عز وجل من بطش فرعون وتربى في قصره أبنائي في أي مكان تلقى موسى رسالة ربه؟ يا سلام في سيناء بأرض مصر طيب يا شباب ما المهمة التي كلف الله تعالى بها موسى عليه السلام؟ نعم أن يصحب أخاه هارون لدعوة فرعون كي يؤمن بالله تعالى؟ وماذا بعد؟ أن يخلص بني إسرائيل من ظلم فرعون؟ نعم طيب يا شباب هارون صار نبيا؟ نعم بناء على طلب موسى عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى عزيز الطالب تخيل أن فرعون الذي دعا أنه إله جاءه موسى وهارون عليهم السلام لدعوته كي يؤمن بالله تعالى؟ فماذا كان موقفه؟ أحسنت أعرض عنهما وماذا بعد؟ ناصبهما العداد يا سلام إجابة موفقة طيب يا شباب ما الذي حدث بعد هذا الموقف؟ رائع لحق فرعون بموسى عليه السلام بعدما خرج ببني إسرائيل وماذا بعد؟ نعم أغرق الله تعالى فرعون ونجى موسى ومن معه من هذا الغرق بارك الله فيكم الآن يا شباب نريد أن نعرف ما المراد بالرسالة النصرانية أحسنتم هي الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على عيسى عليه السلام مؤيدا بالإنجيل طيب يا شباب ماذا تعرف عن نبي الله عيسى عليه السلام؟ نعم هو المسيح عيسى بن مريم الذي ليس له أب ممتاز وماذا بعد؟ رائع الله عز وجل بعثه إلى بني إسرائيل بالإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة ممتاز قال تعالى ومصدقا لما بين يديه من التوراة بارك الله فيكم ابنائي تخيلوا أن بني إسرائيل انقسموا حيال دعوة عيسى عليه السلام إلى ثلاثة فرق؟ نعم الفريق الأول آمن به والفريق الثاني كذبه وهم الأكثرية والفريق الثالث تآمر مع الرومان لقتله لكن السؤال هل نال المتآمرون من عيسى عليه السلام؟ أحسنت لا لماذا يا شباب؟ لأن الله تعالى نجاه منهم أحسنتم قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما أوركتم أبنائي بعدما رفع الله عز وجل إليه عيسى عليه السلام ما مصير أتباعه يا شباب؟ أحسنتم اضطهدوا من قبل الرومان واختلطت عقائدهم بعقائد الرومان الوثنية ولغلق هدفنا الثاني نسأل هذا السؤال قارم بين اليهودية والنصرانية من حيث التعريف أحسنت اليهودية هي الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة أما النصرانية أما النصرانية فهي الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على عيسى عليه السلام مؤيدا بالإنجيل بوركتم يا شباب وفي ختام هذا الدرس نغلق بسؤالين الأول من أصول الإيمان أن نتافع بين الحج والعمر أم أن نحافظ على الصلوات الخمس أم أن نؤتي الزكاة في موعدها كل عام هجري أم نصدق بأن الرسل بلغوا للناس ما أنزل الله تعالى ما شاء الله بارك الله فيكم التصديق بأن الرسل بلغوا للناس ما أنزل الله تعالى والثاني ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ الدين واحد يقوم على التوحيد والإخلاص لله تعالى ولكن الشرائع مختلفة صح نعم جاءت جميع الرسالات السماوية عامة لكل البشر إلى قيام الساعة خطأ نعم لأن الرسالات السماوية جاءت خاصة لأقوام معينين أما الإسلام فجاء لكل الناس مع لموت عيسى عليه السلام اختلطت عقائد النصارى بعقائد المسلمين خطأ والصحيح أنها اختلطت بعقائد الرومان بارك الله فيكم أبنائي أشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء ونلتقي بكم في الجزء الثاني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر